انت تعرف ان عزم الازدواج المغناطيسي لو انا حطيت تيار كهربي ومررته في سلك مش مستقيم في سلك مستطيل لو انا عملت سلك مستطيل ومررت فيه تيار كهربي عايز اعرف عزم الازدواج بجيبه ازاي؟ القانون بيقول التاو اللي هو عزم الازدواج بيساوي بيان بيان بي اي اي ان بيان بي اي اي ان يبقى التاو عزم الازدواج يساوي البي كسفة الفيض مضروبة في الاي شدة التيار في الاي مساحة مقطع المستطيل مضروبة في الان عدد اللفات مضروبة في الساين سيتا وزي ما قلنا السيتا هي الزاوية بين المستطيل وبين الفيض يبقى قانون عزم الازدواج المغناطيسي في حالة سلك على شكل مستطيل حطينه جوه فيض مغناطيسي يبقى السلك هيمر فيه تيار كهربي وكل المستطيل محطوط جوه الفيض المغناطيسي يطلع عزم الازدواج تاو بتساوي بيان ساين سيتا بيان ساين سيتا يبقى التاو عزم الازدواج هيساوي او ليه علاقة طردية مع البي كسفة الفيض والاي شدة التيار والاي مساحة المستطيل ومين والان عدد اللفات والزاوية بين الفيض والمستطيل وليست المستطيل عزم الازدواج المغناطيسي اشتركوا في القناة